نبدأ بقى أول أخبارنا ونبدأ مع حضراتكم لأن زي ما احنا كنا منتكلم شهر أكتوبر خلاص بدأ وأكيد هندخل في أجندة بقى الأهلي وتحديات فريق الكرة عندنا خلال شهر أكتوبر كله خلينا نستعرضوا مع حضراتكم لأن من أكتر يعني من تحدي الحقيقة بيواجهنا أو منتظرنا زي ما بيتقال هنبدأ مع أول هذه المواجهات وفريق الاتحاد المنستري التونسي اللي بقى لنا أسبوع طريبا منتكلم عن هذه المباراة طبعا في دور الـ 32 لدور الدوري عفوا أبطال إفريقيا وقلنا كتير عن الاتحاد المنستري قلنا برضو مباراة لن تكون بالسهلة لن تكون بالبسيطة حيبقى فيها تشالنج كبير حيبقى فيها تنافسية كبيرة جدا لأن تاني يعني هذا الفريق هو التاني تاني الدوري التونسي خلف طبعا التراجي وكان متقلق جدا في الموسم اللي فات مش بس أنه هو أخذ التاني ممكن يحصل أن أنت تاخد رانكينج معين لكن ما تبقاش قوي هو فعلا أثبت في الدوري اللي فات أو الموسم اللي فات التونسي أنه هو كان يعني على قدر كبير جدا من التغيير كمان ومن التقدم من التطور في القرى بتاعته فأكيد هتبقى مباراة قوية الذهاب هتكون في تونس إن شاء الله يوم الحد جاي 9 أكتوبر تحديدا هتبقى الساعة 4 كمان بتوقيت القاهرة الناس اللي بتسأل ومباراة الإياب هتقام يوم الجمعة هتكون 14 أكتوبر في ملعب الأهل طبعا ويقل سلام وحيكون لنا أكيد متابعة كبيرة جدا يعني كل شوية مع اختراب موعد المباراة اللي نسميها دربة البداية ودربة البداية كريم دايما بيبقى ليها تأثير يعني الواحد كده في قول خطواته لما بينجح بيقول الحمد لله اللي جايه هيبقى حلوة بتبتدي أن أنت تتفائل بتبقى بداية بتديك تشجيع بتديك حماس بتدينا طمأنينة كمان جماهير فاحنا نتمنى تبقى ضربة بداية موفقة دي النقطة اللي هتفرق جدا في نفسيتنا كمان يا كريم أو في اللي جاي بإذن الله بطبيعة الحال لأن احنا يعني خلاص احنا ما عندناش بقى اي مساحة غير لاستقبال انتصارات يعني اللي كتفي بهذا القدر من التعطرات رفعية التعادل حتى من الشهر نرجع بقى كما كنت وكما تعودنا من النادي الأهل إن شاء الله طيب الكلام اللي نهواند بتكلم حضراتكم فيه ده فيما يخص أول المنافسات في دولة أبطال إفريقيا اللي حيبتدي زي ما كنا ملؤون من شوية في شهر أكتوبر طيب ايه تاني ايه الموجود كمان في أجندة أكتوبر احنا عندنا مواجهة في منتهى الأهمية على كأس السوبر المصري أكيد أمام فريق الزمالك فيه طبعا لقاء ستجرى فعالياته فيه أبو ظبي هيكون يوم الجمعة الموافق 28 من أكتوبر إن شاء الله تحديدا الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وأكيد كل جماهير النادي الأهلي حتى أمال عريضة وكبيرة جدا على الفوز بيه هذه المباراة عشان نبتدي بقى الموسم الجديد بداية حلوة بداية جديدة ببطولة جديدة كمان عايزين نفكر حضراتكم إن شاء الله في شهر أكتوبر هتنطلق بطولة الدوري المصري الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر الجاري لكن طبعا لسه موعيد الماتشاط لم تعلن حتى هذه اللحظة وإن شاء الله هتعلن عنها مع إعلان القرعة اللي هتكون في بداية الأسبوع المخبل وطبعا كل تمنياتنا بكل التوفيق كلام محترم جدا